أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر تحرص على تشجيع الاستثمار في مجال إدارة المخلفات بأنواعها والتي تأتي ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد وخلال زيارتها لإمارات الشارقة بالإمارات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر أشهدت الوزيرة بشراكة مع مجموعة بيئة للاستثمار في تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر